صلتت المذبحة المروعة التي ارتكبتها الميليشيات الطائفية في قرية نهر الإمام التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالا والهجوم الذي سبقها في قرية الرشاد صلتت الضوء على عمق الأزمات السياسية والأمنية التي يعيشها العراق ويذهب ضحيتها أرواح تزهق وأسر تهجر من منازلها بغير حق سياسة الكيل بمكالين ظهرت بأقوى تجلياتها في التعامل مع الهجومين فبينما وصف الهجوم الأول الذي طال قرية الرشاد بأنه إرهابي وتوالى التصريحات المسؤولين الحكوميين والساسة لإدانته والتحذير من تكراره فإن الهجوم الذي راح ضحيته العشرات من المدنيين في قرية نهر الإمام عبر إعدامات ميدانية وما رفقها من عمليات حرق وتهجير لم يحذك له أحد أي ساكن ومن تحدث وصف ما جرى بأنه فوضى دون إطلاق نعوة الإرهاب والإدانة لبل إن عبارات التشفي وصيحات الثأر وتهديدات الانتقام ظهرت في تصريحات العديد من زعماء الميليشيات فزعيم ميليشيا بادرهاد العامري الذي جاء الهجوم على قرية نهر الإمام بالتزامن مع زيارته لديالة قال إنه سيعالج القصور سواء كان في القوات الأمنية أو في أهالي المنطقة في الوقت ذاته أكد زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي على ضرورة تطهير المناطق التي يستغلها من أسماهم الإرهابيين لعملياتهم داخل ديالة مشيرا إلى ضرورة مشاركة ميليشيا الحجد في عمليات التطهير تلك القيادي في ميليشيا حزب الله في العراق أبو علي العسكري ذهب إلى أبعد من ذلك بالدعوة إلى تعميم ما سماها ثقافة طرد سكان البيوت والمناطق التي تؤول إرهاب على حد تعبيره في تحريض صريح على تهجير سكان قرى ديالة أسوة بما فعلته الميليشيا التي ينتمي لها مع باقي الميليشيات في جرف الصخر ومناطق أخرى لم يعد لها أهلها لتتحول إلى معسكرات لتلك الميليشيات كخط دفاع أول عن المشروع الإيراني ويؤكد مراقبون للشان العراقي أن زعماء الميليشيات يحاولون استخدام ورقة التحذيرات والتهديدات في صراعهم السياسي عقب خسارتهم بالانتخابات بهدف تحسين موقفهم التفاوضي مع بقية الأطراف لتوزيع المناصب لا سيما وأن محافظة ديالة مثلت خسارة كبيرة للأحزاب والميليشيات الموالية لإيران